من منفذ الدحي الى جينيف انتصارات ميدانية واخرى حقوقية كلاهما يعدان نصرا انسانيا كما يقول ابناء المدينة المحاصرة تحرر منفذ الدحي الذي كان يصفه ابناء المدينة بمعبر الموت من سطوة الميليشيا المعركة هذه المرة اكثر تنظيما وابلغ اثرا الدحي سيروي للضمير الانساني قصصا مرعبة عن مقايضة الميليشيا لحياة الناس وكرامتهم باستوانة غاز وحزمة خبز وعلبة دواء الانباء الواردة من هناك تقول ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية احرز تقدما في الجبهة الغربية من مدينة تعز وتمكنت من فرض سيطرتها على مواقع وتلال عديدة منها تبة الاريل ووادي عيسى وتبة الخوعة باتجاه الدحي تقول المعلومات الواردة ان تعزيزات للمقاومة من مناطق عدة مستمرة في محاولة لفك الحصار عن المدينة الا انه بحسب معطيات ميدانية فان السيطرة على منفذ الدحي يعد نصرا لكنه لا ينهي الحصار فك الحصار يحتاج للسيطرة الكاملة على حي الجامعة وصولا الى نادي السقر والسين المركزي للالتحام بجبهتي الضباب والدحي فذلك وحده من يكفل كسر الحصار عن المدينة ويضمن امداد المدينة بالمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية بالتوازي مع ذلك وقع تقدم انساني بجنيف احرزته اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن عقب لقائها بالمفوضية السامية لحقوق الانسان وعد بتوفير دعم تقني وفني للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ابرزها الحصار المضروب على تعز والقصف الممنهج على سكانها فحصار تعز في مقدمة القضايا التي سيتم النظر فيها والتي تحولت لساحة معركة بين الحياة والموت وتعرض سكانها لشتى انواع الاهانة وصنوف التعذيب بعد تسعة اشهر من محاولة العبور من المعابر المقفلة يبدو ان اليمنيين يتعلمون بخبرة وطنية وتاريخية كيف يقاومون صنوف الاذى ويفكون الحصار ويقاومون الميليشيا يوما بعد اخر وهو ما يحمل وعدا بالتحرير الكامل بعد ان طال امدها وكثرة وعودها